تشجيعاً لروح المقاولاتية ودعماً لرواد الأعمال الجامعيين رئيس الجمهورية يشرف على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية المنظمة من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري رئيس الجمهورية ومن خلال لقائه مع الشباب حاملي المشاريع المبتكرة أكد على أن الجزائر قطعت أشواطاً في سبيل خلق مناخ ملائم لبروز جيل مبدع من المقاودين الجامعيين اليوم بعد تكفل الشباب بتاعنا وخلق لهم جو اللي يتنموا فيه وإمكانيات مالية يعني رزتها الدولة أصبحنا في مرتبة متوسطة نتمنى أحسن إن شاء الله نتمنى أن نكون نحن الرواد تاع الستارتاب هذا ما شفته من إبداعات ومن مبادرات خلاقة صراحة يطمئن الإنسان على مستقبل الوطن إن شاء الله رئيسه الجمهورية وبعد تذكيره بالمؤشرات الإيجابية التي سجلتها المؤسسات الناشئة أكد حرصه على تفعيل الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة الظروف لبعض نموذج اقتصادي جديد يعكس صورة الجزائر المبتكرة والخلاقة للتروة من ناحية هذا الإبداع كنا نشوف فيها من الجانب الاجتماعي ما كانش فيه رغبة لتطوير الاقتصاد بالشباب نتعنا رغم أنهم عندهم إمكانيات إبداع خلاقة أنا حريص شد الحرص على تهيئة كل الأسباب والظروف لتحسين مناخ الأعمال والرفع من مردودية المؤسسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة في إطار إصلاحات اقتصادية شاقة وبتكاتف جهود الجميع تعول الجزائر على المقاولين الشباب للمضي قدما بخطوات ثابتة وأهداف مسطرة للمساهمة في بعض الاقتصاد الوطني والرفع من معدلة التنمية في البلاد اشتركوا في القناة